في الفترة اللي احنا عايشين فيها دي التليفونات الجديدة بتنزل كتير قوي وبسرعة وراء بعض والعمر الافتراضي للتليفون بيقل قوي قبل كده الواحد كان بيشتري تليفون ويقعد معاه مثلا 3-4-5 سنين وبعد كده يحس الموبايل بيبطأ شوية معاه وبتاع فيبتدي يغيره لكن العمر ده الحقيقة أقل جدا دلوقتي وبيت ممكن تشتري موبايل وبعلها بسنة أو سنتين ترى الموبايل بيبطأ بطيء جدا معاك وهتحتاج انك تغيره الموبايل تاني جديد في الفيديو ده هقولك فيه شوية تيبس كده صغيرين تقدر تعملهم لموبايلك الايفون أو الاندرويد علشان تحاول تسرع بقدر الامكان الأداء بتاع التليفون بتاعك طبعا مش هيتحول يعني ولا يروح لحتة تانية ولا يزيد رمات ولا بتاع لكن شوية حاجات بسيطة ممكن تحسن شوية التجربة بتاعت التليفون بتاعك كسرعة ويقلل شوية في التهنيج والتعليق والكلام ده كله تعالوا نتفرج مع بعض على الحاجات دي صباح الخير ومساء الفل على الكل انا اندرويد ديد والفيديو النهاردة خفيف وسريع كده هقولك خمس طرق بسيطة جدا تقدر انك تستخدمهم في الموبايل بتاعك علشان تسرع على اداء بتاعه شوية بدل ما يقعد يعلق ويهنج معاك طبعا ده وارد انه يحصل بس بنحاول نقلل ده بقدر الامكان انا هتكلم على التليفونات الايفونز والموبايل اللي معايا هو الايفون 12 برو والموبايلات الاندرويد والاندرويد اللي معايا هو سامسونج اي ففتي وان ده برضو من الموبايلات المنتشرة جدا والليها شعبية كبيرة اوه في التليفونات الاندرويد وكل واحدة هوريكو ازاي يعني تقدر تعمل حاجة دي عليه بس قبل ما خش في التفاصيل بتاعت التيبس دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس بتاع التنبيهات عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على طول اول حاجة هقولك عليها انك تحاول تفضي مساحة التليفون بتاعك بقدر الامكان ما تعدش تحط بقى عليه صور بقى عمال على بطال وفيديوهات كتير وبتاع ولا بقى الصور بتاعت واتساب تتسجل على التليفون اوتوماتيك لان الحاجات دي بتعد تحوش مساحة ضخمة جدا الحقيقة واغلبها ما بتكونش انت بحتاجها وده بيتقل جدا التليفون بتاعك مع الوقت خاصة الفيديوهات انت ممكن تصور فيديو وبكواليتي عالية وتنساه ويبقى فيديو خمس سبع دقايق مثلا وتلاقي ان مساحته رهيبة جدا وواكل من الموبايل كذا جيجا وطبعا كل من المساحة بتتملي في الموبايل كل من ده هيأثر عليه سلبا جدا على اداء بتاعه فحاول تمسح دايما الصور في فيديوهات بقدر الامكان بسرعة وما تسيبش غير الحاجات المهمة وفيه حاجة مهمة ما تنسهاش انك تمسح الصور اللي في الديليتت فولدر انت ممكن تكون عندك صور او فيديوهات ومسحتها بس الحقيقة ما بتتمسحش اولا على التليفون بتفضل موجودة على الممري بتاعت التليفون فدايما تحاول تخش على الفولدر ده وتفضيه اول باول عشان ما يكونش مستهلك مساحة من التليفون بتاعك وانت مش محتاجها خاصة لو كانت فيديوهات كبيرة او كده تعالوا وريكو ازاي لو انت على ايفون زي كا دلوقتي اول حاجة تعملها انك هتدخل على الجالري بتاعتك ودي الالبومز بتاعتك العادية جدا تحت خالص هتلاقي فيه فولدر اسمه recently deleted لو دست على الفولدر ده هتلاقي عندك شوية صور او الفيديوهات اللي انت كنت مسحتها في اخر شهر بسيئة الحقيقة لسه موجودة في الفولدر ده فكل هتعمله انك هتدوس على select اللي فوق دي بعد كده delete all لما تدوس على delete all هيأكد عليك وبتاع ويروح مسح اللي في الفولدر ده وبكده تبقى فضيت شوية في مساحة التليفون بتاعك نفس الكلام في اندرويد لو جيت على تليفون اندرويد زي السامسونج الA51 هتدوس على جالري هتلاقي برضو ان الفولدرز طلعت قدامك كده اللي فيها الصور وبتاع لو دست على التلات نقط اللي فوق وبعكد دست على التراش هتلاقي الصور اللي كانت موجودة وتمسحت برضو فضت في الفولدر ده هتدوس على empty من فوق وبعدين تختار empty trash وبكده هيفضي التليفون من الصور والفيديوهات اللي كانت متحوشة في الفولدر ده تاني نصيحة هقولك عليها هو انك ما تسبش الموبايل بتاعك دايما في المود بتاع توفير الطاقة او الpower reserve او ال low power mode في ناس بتعمل كده علشان تطول من عمر البطارية ويكمل معها يوم او اكتر من يوم لكن الحقيقة انت لما بتعمل كده ده بيقلل شوية من الاداء بتاع التليفون بتاعك فما تعملش كده غير لو انت محتاج تحطه في ال low power mode عشان لظروف ما تريعا انت محتاج تطول من عمر البطارية بتاعتك لو الموبايل قره بيفصل شحنة او كده لكن في الطبيعي ما تشغلهاش غير لو انت محتاجها قوي يعني وازاي تطفيها بطارية سهلة جدا لو انت على التليفون الايفون بتاعك هتجيب من فوق كده ال control center وهتلاقي فيه علامة بتاعت البطارية لما بتكون منورة اصفر كده وانت مشغل ال low power mode وبيبان لك فوق في علامة البطارية بيكون لونها اصفر فانت عادة حاول انك ما تشغلهاش لان ده بيبطق شوية ال CPU بتاع الموبايل وفي الموبايلات الاندرويد هو بيقولك ده بطارية واضحة اكتر يعني انت في الموبايل اندرويد لو برضو سحبت الشاشة من فوق كده وسحبتها تاني واخترت ال power mode وبعدين جيت تقول له apply هيقولك انا هلمت ال CPU لكذا في المية طبعا انت بتقدر تكستومايز الموضوع ده اكتر شوية من الايفون لكن في الحقيقة في الاخر انت لما بتحط في ال power reserve mode ده هو برضو بيبطق شوية التليفون فهتليه عمال يفكر ويقولك وبيعمل ايه و ايه و ايه و ايه علشان يطول عمر البطارية لكن ده بيجي على حساب الاداء شوية الحاجة التالتة هو ان انت متحاولش انك تسيب applications كتير مفتوحة في ال background ويعني كتير مننا اكيد عارف حاجة زي كده بس قلت اكد عليك ويعني لكن كل ما بتكون فاتح applications في background بتاع الموبايل ده بيستهلك شوية من الاداء بتاع CPU والرامات فاقفلهم اول باول علشان دايما تاخد اسرع اداء من الموبايل بتاعك فايفون مغلسين شوية في الموضوع ده وبتضطر عشان تعمل كده انك تقفل واحد واحد زي ما اغلبنا موكي يكون عارف ان انت دلوقتي لو استحبت الشاشة بس كبه من فوق لازم تقفل واحد 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 كتير جدا كيزا احنا عارفين لكن ده في الاخر ناتيجكم بتكون كويسة في حالة الاندرويد الموضوع بيكون ابسط بكتير الحقيقة وهو ان انت لو دست على التلت شرط اللي بتكون تحت في التلت زراير اللي في اغلب التليفونات الاندرويد هتلاقي applications كلها مفتوحة قدامك زي ما انت شايف بس تقدر تدوس close all فيروح عافلهم كلهم وده هيفضيلك شوية من الرامات ويسرعلك الجهاز شوية وفيه tip زيادة بقى في الموبايلات الاندرويد في القصة دي هو ان انت عن طريق الودجتز تقدر تختار وودجت اسمها optimizer موجودة في device care اللي بيكون موجود تحت ده دي الحقيقة وودجت لطيفة جدا كده وبتكون عندك على الhome screen بعد كده بتقدر في اي وقت ان انت تدوس optimize ولما بتدوس optimize بيبتدي يفضيلك من الرامات والبروسيسر والكلام ده فبتاخد تجربة سالسة اكتر شوية والموضوع بيكون اسرع شوية معاك لزيزة في اندرويد نصيحة رقم اربعة هو ان انت متعدش تحشي الموبايل بتاعك ببرامج وapplications انت مش محتاجها لان ده اولا بياخد من مساحة الموبايل وبيبطقه سنين بياخد كتير جدا من الprocessing power او من قدرة الموبايل على ان هو يكون سريع وسالس معاك فالapplications اللي انت مش عايزها يقام تمسحها خالص يقام تعمل حاجة اسمها offload apps ده option بيكون موجود في الايفونز وموجود حاجة شابه هولوكو عليها برضو في اندرويد ده بيكون عبارة عن انت بدل ما بتمسح الapplication خالص انت بتعمله حاجة اسمها offloading يعني الapplication فعليا ما بيكونش موجود على الموبايل عندك لكن لو رجعته تاني او عملت له download تاني كل الdayta بتاعتك وكل المعلومات وكل الحاجات اللي كانت حصلة في الapplication هترجع تاني زي ما كانت بالزبط وحتى الايكون بتاعت الapplication بتفضل موجود عندك على الhome screen لكن جنب منها في زي علامة cloud كده او سحابه بحيث ان انت لازم تدوس عليها فتنزل الapplication وترجع تستخدمه طبيعي زي ما كان عندك قبل كده تعالي وريكو ازاي لو فتحنا settings في الايفون وبعد كده اخترنا general وبعد كده اخترنا iphone storage هنلاقي ان نفتح عندنا الapplication كلها الموجودة عندك على الموبايل ودي بتكون لستة طويلة قوي عادة فيه option قدامك اسمه offload unused apps automatic ده انا ما نصحش بيها قوي لان هو هيحس كده اللي انت بتستخدمه ويروح مسحهم الموبايل عندك ولما فيش انترنت او بتاع مش طرف تستخدمه تاني لازم يكون فيه انترنت عشان تدونلود التاني ويعود يستهلك يعني data من غير لازمة فعادة ما تشغلش موضوع automatic offload apps ده لكن لو جيت على اي application عندك تحت هنا بقى في الليستة الطويلة جدا دي تقدر ان انت مسلا تدوس على اي application من دول فلو دست على ده مسلا هتلاقي دايما فيه اتنين options اما delete app اللي هو تمسحه خالص زي ما تمسحه من home screen كده او تدوس offload app لو دست offload هتقول لك تمام offload ومعرفش ايه كده كأنه بيمسحه بالزبط لكن بيخلي شوية معلومات بحيث لو رجعته تاني يبقى انك ممسحتوش خالص فلو دخلت على ال home menu بتاعتك تاني هتلاقي ان ال application موجود بس زي ما قلتلكه فيه علامة سحابة كده صغيرة مش عارف باين عندكو لأ بس علامة السحابة الصغيرة دي معناها ان هو هتحتاج انك بتعمله install تاني علشان يشتغل بس هو مش واخد مساحة من الموبايل ودي حاجة كويسة نفس الكلام بيحصل في اندرويد بس لسبب ما اندرويد مش بيديك الاختيار ما بين كده وكده هي فيه applications ممكن تعمل لها uninstall خالص و applications تانية تقدر تعمل لها حاجة اسمها disable دي شبه ال offload كده في الايفون لكن لو دست على اي application من دول هتلاقي زاهر عندك دايما الليستة بتاعت الحاجات اللي تقدر تعملها تحت من ضمنهم ال uninstall اللي بتشيل منه ال application أو وساعتها ممكن تلاقي application تاني فيه disable والاتنين بيعملوا نفس الحاجة وبيفضلك مساحة وبيصرعولك الجهاز نصيحة رقم خمسة وهي تبان عبيطة جدا الحقيقة لكن لو لقيت الموبايل بيعلق معك كتير اعمل له restart يعني زي ما بتضفي راوتر وبتفتحه تاني وبيشتغل دي الحقيقة مش نكتة دي فعلا حاجة ممكن تأثر ايجابيا جدا على اداء الموبايل بتاعك لدرجة ان فيه تلفونات اساسا بيكون فيها زي schedule restart time أو يعني معين في اليوم automatic بتعمل restart علشان تعمل زي refresh كده او تنشت يعني الموبايل تاني فلو لقيت الدنيا معلها معك شوية وبطيئة لو قفلت الموبايل وفتحته فيه احتمال كبير جدا انك تلاقي الموبايل بقى اسرع معك شوية فمش هتخسر حاجة اعمل كده وطبع مش محتاجة اقول لكم ازاي تعمل restart على ايفون او اندرويد عبا واخر نصيحة بونس كده للي كمل لاخر الفيديو بس ديها تنفعك لو اندرويد مش تنفعك اوي لو انت ايفون هو ان انت لما تيجي تستخدم ماموري كارد اضافي علشان تزود المساحة بتاعت الموبايل اختار حاجة تكون السرعة بتاعتها عالية جدا او يعني لو مش محتاج اوي ما تستخدمش كارت ماموري خارجي انا شخصيا ما بنصحش باستخدام اي ماموري كارد خارجي لان ده الحقيقة بيأثر جدا على سرعة التليفون بتاعك لو انت باستخدمش ماموري كارد وبتكتفي بالزاكرة الداخلية للموبايل ازاي تسرع الموبايل بتاعك او يعني تاخد منه اداء افضل ما يمكن يعني قبل ما تقرر انك تغيره بموبايل اسرع او اجدد لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف الفيديوز الجديد او ما بتنزل على طول وتنساش كمان تتابعني على انستجرام على at andrew.wadeed واتابعني على صفحة الفيسبوك عشان ما يفوتكش حاجة سواء في stories او posts او فيديوهات طبعا هنا على يوتيوب اشوفكو في الفيديوهات الجاية السلام